منار صباح الخير منار صباح الخير رانيا صباح الخير لكل المشاهدين زي ما حكيتوا اليوم ضيفتنا فنانة مقدسية وهذه الفنانة مولدت ونشأت في مدينة القدس درست الهندسة وتعمل حاليا في مجال الهندسة ولكن تنتلك صوت جميل جدا شاركت في عدة فرق محلية ومؤخرا تفتحت العيون عليها أكتر بعدما لبت دعوة الفرقة العالمية للروك كولد بلاي للغناء معهم في الأردن صباح الخير نورا شقود صباح الخير كيف حالك؟ تمام الحمد لله كيفك أنت؟ أنا كتير منيحة نورا بداية خلينا نحكي من يعني تمتلك صوت جميل جدا ونفتحت قدامك فرص كبيرة ولكن أنت مركز أكتر بالهندسة فحكي عحياني عارفنا حالك أكتر وحكي لنا عن مجال الهندسة والفن هيك مع بعض مرحبا صباح الخير اسمي نورا صباح نورا أنا نولدت بالقدس وعشت معظم حياتي بالقدس درست هندسة معمارية بالأردن وهلأ الشغل النهاري خلينا نقول تبعي هو الهندسة كان طبعا ولا مرة كنت ما أغني كان دايما في الغنى منه أنا والصغير بس ولا مرة كان هو المصدر الرئيسي للرزقين ولكنه كان بالنسبة لي إشي شخصي ومشاركاتي كانت منطقاء وحسب كيف وقتي وكيف مودي حتى الهندسة كانت عن شغف الهندسة برضو هلأ هو كله فن الهندسة أم الفنو المعمارية بالأول درست هندسة وحتى وقت الجامعة كان دايما أنه مع الدراسة كنت أغني كان أكتر من مشاركة هلأ بنحكي عنهم بعدين درست هندسة وخلصت ورجعت هون ضليتني أشتغل هندسة في القدس فقط فعلياً هذا هو شغلة لك قبل ما نحكي عن المشاركة الأخيرة خلينا نحكي عن محلياً يعني زي ما قرأت وسمعت عنك أنك من جوقة المدرسة بلشتي الغلاء وبعدين في مشاركات محلية ومنها مع فلسطينياً فرقة صابرياً فأحكي لنا عن هذا المشوار شوفي هي وأول مشاركة كانت قدام المرايب الغرفة مع المشط طبع السشوار مشتو السشوار ما غيره بداياتنا كلنا هون كانت وطبعاً في المدرسة وبعدين في الجامعة عشان درست في الأردن فعملت كان في عندي يعني فرقة خلينا نقل كنا نعمل هيك جيكز بسيطة وبردو شركت مع فناني المفضل الأردني طارق الناصر بيرام في مشاركات قليلة وبعدين طول الوقت من وانا هون لحديت مرجع يعني وانا بعمن لحديت مرجعت هون كنت وما زلت مع فرقة صبرين المقدسية ما بعرف إذا الناس تعرفها إذا لا لازم تعرفوها أكيد طبعاً كان في أكثر من المشاركة رحنا عن نرويج مع بعض على سرلانكا مع بعض فستفلز يعني عالمية ما تنقش بقوله وكان فيه كمان تسجيلات لدوكومنتريز أفلام مسرحيات يعني نحط صوت على أفلام ومسرحيات وهيك الشيء من أفلام فلسطينية ومحلي ودايما كان يعني دايما كان فيه أنه نشاط موسيقي لو أنه خفيف وهذا كان بالنسبة لي زي تذكير لإلي زي تذكير لإلي زي تذكير لإلي زي تذكير لإلي زي فيه مسؤولية أكتر أو انشغال أكتر في موضوع الهندسة خلينا نسمع الناس هذا الصوت هلا وبعدين نرجع نكمل حوارنا ونحكي عن مشاركتك مع فرقة كولد بلاي حسنا هلا يوم بك راح أكون زي الفنانين اللي بيقولوا فاي الصبح وصوتي تعبان بس لأ صوتك حلوك نسمنا ناكي ويعني قبل الهواك كانت شكرا لعمل أشي فيروز عشان دنيا صبح حسنا حسنا هل تذكر أخير مرة شفتك سنتك هل تذكر وقتا أخير كلمي قلتك ومعدت شفتك وحلق شفتك كيفك أنت ملا أنت تذكر آخر صهرة صهرت عنا تذكر كان في وحد مضايا منا هيد أمي بتاعت الهمي منك أنت ملا أنت كيفك ألعم بقوله صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي لولاد كيفك أنت ملا أنت نرجع بعد هذا الغناء وصدفة يروز على الصبح للمشاركة اللي مؤخرا الناس تناولت الخبر وكانوا مبسوطين وكان فيه ردة فعل حلوة أنه صبية من الأودس عم بتشارك واحدة من أشهر فرق الروك يعني فيه جزء كبير من الشباب في العالم العربي بسمعونهم ومتأثرين فيهم حكي لنا كيف صارت هاي المشاركة بداية قبل ثلاثة سنين كانوا كان عندهم زي وقفة ليومين اظنى او اشي هيك بالأودس وصدفة أني كنت معهم بالجولة اللي عم بعملوها بالأودس القديمة وكنت عم بشرح لهم عن الأودس بشكل عام وعن العمارة وعن موسيقى وعن الأكل وعن الحماص ويعني من موضوع لموضوع وصرنا نحكي عن موسيقى وقلت له خسارة لك فس اللي تسنجر بالفرقة انه خسارة انك مسافر كان يعني غنينا مع بعض او غنيت لك او عملنا جامنج وهيك فقالي انه لست يعني لسه في مجال وبلسه في مجال وبلسه سمعناك اليوم قلت له اوكي بعدين صار انه فتنا على كنيسة وغنيت له ترتيلة بالكنيسة ترتيلة حلوة وهيك بتأشعر البدن فهو أشعر بدنه وبس حب صوتي وضلينا عتصال صرنا أصدقاء يعني وبعد بفترة طلب مني انه اجي اسجل الأغنية معهم بالستوديو وسجلناها وبعد كمان فترة قرروا انهم يعملوا لانشنج للالبوم تبعهم كله بالاردن فبس دعوني اني اعمل البويت تبعي لايف معهم بالاردن وكانت الأغنية كمان اسمها الكنيسة بتحكي لنا عن كلماتها او حتى الالبوم يعني الناس اللي عم تستلنا تحكي لنا عنه شوية من تجربتك هلا مضبوط الأغنية اسمها كنيسة هي بالاصل أغنية حب مفروض انه بحكي مع حبيبته اللي هي مش انا او اظن الفكرة انه انه يكون هلا اوفو ما قادر احكي عنه انا بالزبط او اشكانك شطه لدينا فكرة بسيطة عن الالبوم بس مني اني احس من الالبوم كله انه في مشاركات من اكتر من محل من العالم يعني هناك معنى بالأغنية نفسها مغني باكستاني كثير معروف اسمه أمجد صبري هلأ هو توفى بس موجود جزء من غناء بالأغنية ففي أنه باكستاني وفي فلسطيني فيه كمان بالآلبم كثير رفرنسز لأفريكا، لسوريا، للمدل إيست بشكل عام حتى التصوير كان بالأردن مزبوط، يعني هناك طابع عربي بالأغنية مزبوط، هو بقول أنه عشان العالم كله شوي بخاف من المدل إيست فهن بالآلبم تبعهم هذا حسب كيف ما بقول أنه جربوا تبريك باوندريز وأنه يجوا على محال اللي كل حدا خايف منه ويورجوا أنه ما فيش أشي الواحد يخافه فكرة حلوة وخاصة كمان مشاركة عرب ومشاركة أكتر من جنسية والتصوير في الأردن، شعرت أنه من خلال هذا العمل كمان أنت بدك توصل الرسالة أو عم بتشارك في رسالة معينة كفلسطينية وبنت القدس كمان أنا صراحة كنت كتير مبسوطة أول شيء أنا دراست بالأردن فالأردن تعني لي كتير فكتير كنت فخورة أول شيء وبالتصوير وبالرياكشنات الناس من الأردن ومن هون حبيت كيف الناس حبت وأنا صرت أطلع على أظنني كل أياتنا شعرنا بفخر وصرنا نطلع على الأردن وعلى الثقافة لا أريد أن أقول أنه ورجعنا معها بس لأنها موجودة ونحن كنا فخورين فيها أكيد بس شفنا كيف أنه إذا نورجيها للعالم كما هي بدون أن نغيرها وبدون أن نحاول أن نكون مدينة ونحاول أن نتقرب للعالم أن العالم هي عم بتحاول تتقرب منا ولازم نستغل هذا الموضوع لأنه في عنا شيء جميل نورجي للناس اللي هم عم بيحكولي تغني الكنيسة بس أنا سألتك قبل الهواء بتقولي لي صعب صعب على الصباح يعني هو سمعتوا صوتي قده شوية طعبان بس ممكن مقطع صغير يعني هي كتير صعبة بدنا هيك نحتاج حالنا على الهواء اللي مش فيه اللي مش فيه مليح إذا بتقدري تعطينا مقطع صغير وكمان عندي سؤال لإليك قبل ما نختم إذا فيه مشاريع فنية جاي وخاصة بعد إذا شفتي الفيد باك اللي وصلك بعد هاي المشاركة قديش الناس حبتها قديش الناس كانت فخورة فممكن يعني هاي ردات الفعل ورأيي الناس يسحبك شوية من الهندس ونركز أكتر بالفن أو صعب فراحة آم زي ما قلت لك يعني لكل الوقت هذا كنت تحسل إشي شخصي يعني كنت أنه لأ أنا بغني لما أنا أكون مبسوطة ولما أنا أكون زالينة لأ إلي ومع إنه طول حياتي يعني يعني صحابي وأهلي والناس اللي أعرفها والناس اللي أشتغل معها وبدروس معها كل حدا كان يشجعني ما عندي قصة حزينة إنه الناس ما دعمتني أبدا يعني كل الناس عم تدعمني وأنا الوحيدة اللي كنت أقول لا ما بدي هلا بعد هاي يعني وصلني رسائل مهولة نعم فبتحس إنه يعني ممكن فيه إشي بحس حاسة في دي شقول مسئولية هنا أنا شوية كلمة كبيرة بس حاسة إنه إنه لأ إنه تجربة تستحق إني أجربها ورح أجربها إن شاء الله بالتوفيق يعني إذا منقدر نسمع منك إشي لنختم فيه سواء من الكنيسة إذا سهل عليك أو اختار أي إشي بتحبين ما رح أغني كنيسة سوري بس لأنها بدها صعب على الصباح أوكي يعني بدها 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 اختار أي إشي صباحي إشي صباحي إشي صباحي شو نعمل زروني يا زروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة عمل تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة ومتفقات تنسوني بالمرة اشتركوا في القناة